ورافض العلاقة الزوجية في اليوم ده الملايكة تلعنها؟ يعني يعني ايه رفض العلاقة الزوجية؟ يعني هي في حالة الغضب ده هي تروح وتقيم علاقة الزوجية مش هتقدر يبقى إيه اللي حاصل؟ لو إن هي نفسها في خلاف بينهم وهي رفضت الأمر ده لأن في خلاف بينهم وهي نفسية مش قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لازم نتزن ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة لازم نتزن نحن نكلفها فوق ما تقطها وبعد كده وكمان نقولها الملايكة تلعنك نحن نشوف الكلام ده في الأشياءات الزوجية بتجنى الست بتقول هو ده الدين اللي عندكم إن أنا نفسي تكسر بهذه الطريقة أنا مش قادرة أنا شايفها واحد بيهني وبيشتمني لا هي مش هو ده نحن نتكلم على إذا كانت هي الست بتستخدم ده كشكل من أشكال العقاب لرجل لم يفعل شيء لكن هي ودات المسألة لكن واحدة بتأذي واحد واحد بيأذي واحدة وبتعرضوا للفتنة هو ده اللي ساعتها تبقى مشكلة لكن واحدة عندها متخنئين أو تعبانا صحيا أنا الأمر ده بيزداد في بعض الأحيان بيعمل اضطرابات نفسية واحدة لو عملت الكلام ده هيجي لها اضطراب نفسي لا لا يكلف الله نفساً إلا وسعى معنا ياسمين سلامو عليكم ياسمين سريعاً كده ياسمين أنت معنا؟ دايب حاولي تتصل بينا تاني إحنا معنا دقيقة يا مولانا عايزين بقى إيه شوية نصائح للزوجات عشان تراضي جزء أول حاجة لو سمحتي تطبطب عليه الراجل كبير صغير محتاج أن يتطبطب عليه تاني حاجة لو سمحت حسيسي أنه هو البطل بتاعك هتكسبيه تالت حاجة لو سمحت حسيسي أنه عندك انجزاب لي انجزاب لي يعني لما تجيب له هداية هو بيحس بأنه أنت منجزب لي رابع حاجة ببساطة هل بيفرق معان أنها هتتمدح شكله زي ما الست بيفرق معان أنه يمدح شكلها؟ في بعض الأحيان آه فيه ناس وناس يعني فيه ناس وناس يعني فيه رجالة فيه رجالة هو شكله حلو فبيتدايق أن ست تقوله أنت شكلك حلو لأنهما في البرة بيقوله أنت شكلك أنساوي شوي فهو عايز يحس أنه عنده رجولة فإنما تجي ديمدح شكله فبيتدايق أكتر فإن لازم تروح فعندها فنس الزكاء بالزبط كده الحاجة اللي بعد كده أن الراجل لازم تحسسه بأنها بتسانده الراجل عايز إيه؟ عايز إيه من زوجته أن هي مطاربة كدير ومساندة ست اللي بتساند جزها اللي وقفة معاه سواء اقتصاديا جمال كنا بنسمع أن الست بتقلع تغيطها دي تقلع غويشة وتتديها الجزها وتقوله بشافية ده ما بقاش موجود بالوقت ده قال لي شوية قال لي كتير ولو موجود بقى موجود قهرا مش موجود بحب قال لي كتير بس مش قال لي كتير عشان الناس بتقولهم أن فيه زمن مستقلة مستقلة لكن قال لي كتير فيه حاجات كده بسرعة أننا تمتنع عن تمتنع عن النكد تمتنع عن اللوم والانتقاد والشكوى بس كده دي الخلاصة بذكر حضرتك شكرا جزيلا